وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرتاس خلال شهر رمضان مخططا أمنيا وقائيا من خلال تسخير مختلف التشكيلات الأمنية من أجل حماية الأشخاص والممتلكات خاصة في الفضاءات التي يتواجد فيها المواطنون بكثرة من خلال تكثيف الدوريات عبر مداخل ومخارج المدن وعلى الطرقات السريعة خاصة في الفترات التي تسبق وحتى الإفطار وتامين المساجد والأماكن العمومية بعد الإفطار التغطية لطرق دريدي بإقحام جميع الوحدات تابعة المجموعة من فرق الأمن الطرقات فرق الإقليمية وفصائل الأمن وتدخل وذلك لضمان تواجد الدائم والمستمر لوحدتنا على مستوى الميدان وأيضا يتمثل هذا المخطط في العمل الجاهز أيضا على مستوى الوحدات وذلك خلال فترات المسائية من توافد المواطنين على أماكن التنزه والحركة المورية كثيفة وتأمين دور العبادة والمساجد والزوايا وأيضا تأمين المواطنين على مستوى تنقلاتهم في الفضاءات الراحة وعلى مستوى الشواطئ التي تشهدها بومرداس وعلى مستوى الشواطئ التي تشهدها بومرداس